لو ربنا كرمك في المباريات المؤجلة وكسبتها كلها ان شاء الله تتفوق على نادي بيرميدز بنقطة وبييرميدز ماشي بخطة سابتة بالمناسبة لغاية دلوقتي وبيكسب مطشاته معظم بغض النظر بقى عن أخطاء بتحصل أو النهاردة لعب المقاولين وكسب 3 في 5 دقائق كان خسران 1-0 وكسب 3 في 5 دقائق مباراة الزمالك هي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق من أجل الزحف على صدارة الدوري الممتاز في ظل اللي بيحصل وكل الأمور اللي بتدور حوالينا إحنا كجمهور وإحنا كإعلام نقدر نتكلم مع حضراتكم فيهم ولكن صدقوني اللعيبة جهاز الفني مركزين في حاجة واحدة فقط مباراة يوم الثلاثة الساعة سبعة